بما اننا فاضيين ولسه ناقص كام يوم كده على عودة المنشطات المهمة في الدولة الاسبانية زي بارشلونا وريال مدريد وبعدها بكم يوم هيبقى منشطة سيتي وارسن والدولة الانجليزي والفانتيسي وشيئة الحاجات دي فكان فيه موضوع جي في دماغي كده وبمناسبة اللي احنا بنعدي به دلوقتي فيه ناس كتير كان بتتكلم شفت كذا فيديو مش كوراويين ما بيكونوش عالكورة ولكن بيتكلموا على ان فيه ناس كتير نفسيا بتتعب فكيف يدماغي موضوع ليه علاقة بقصة عن لعيب كورا عندنا في مصر كده اسم محمد صلاح محمد صلاح ده على قد ما احنا بنطلعه سابع سماء على قد ما احنا برضو بنزله سابع ارض في حاجات تقريبا ما بتمسناش حاجات ما بيغلطش فينا ما بيتكلمش علينا احنا كاشخاص شخصيا بيتكلم على نمازج وبيقول تصريحات ولكن احنا بقى تعودنا ان لما حد ينجح بعد ما بيكون في مستوى قليل مش تازم يكون مستوى قليل مادين ولكن مستوى قليل حتى كمستوى كرعيب كورا في الدوري المصري لما بينجح بنوعه نقول له الله يرحم فين ايام ما كنت وفين ايام ما كنت محمد صلاح خير اللهم اجعله خير بنقال جملة كده في مرة من المرات اللي كان في مؤتمر كده تبع شركة وفي وسط الكلام وهو بيقول قال احنا عندنا مشكلة كبيرة في مصر وهي المنتاليتي وكلمة منتاليتي وقفت هنا ومن ساعتها وهي حاجة من السفات اللي الناس بتصفها على محمد صلاح مع انهم تقريبا بيصفوا من غير ما بيفكروا هو ليه قال كده وايه الاسباب اللي وورا كده طب يطلب اللي بيصف ده اللي هو محمد صلاح ده يطلب من ثلاثة عنده عالية ولا مش عالية طب لو عنده عالية طب ليه ما نتعلمش منه لأ احنا ما ينفعش يقول علينا كده وما ينفعش يقول ان في نمازج منصرية كده فساعتها اضطرت الناس على السوشيال ميديا ان هي اللي قدر يسف يسف. فالشخصة من الثلاثة بتبقى عالية انه شخصة عادة اللي بينجح عادة دايما في نجاح يعني كل ما بيروح نقطة بينجح اكتر كل ما بيروح نقطه بينجح اكتر ده عادة شخصة من ثلاثة بتاعته عالية جدا. ودي حالة محمد صلاح طبعا لانه هو كان العيب بلاع في الدور المصري اه اه وما كانش حتى بلاع في اهلي ايه زمالك كان بلاع في الدور المصر في ناديم اولين ما كانش بلعب ما كانش متقلش اسم ان هو احسن لعيبة مصر حتى ولا احسن لعيبة ممكن يكون احسن لعيبة نادي مقولين ولكن هو مش من احسن عاشر لعيبة في الفترة دي في مصر محدش كان بيجيب سيرته كان بيقولوا اه لاعب سريع جدا ممكن يقفي منه امل كل الكلام ده سافر راح لعب احترف زي تقريبا على مدار تاريخ مصر يعني اعتقد ان هم عدوا الالف بني ادم اللي احترفوا اعرفناه او معرفناهمش هم ناس كتير احترفت احترف دوري تقريبا مش من اقوى الدولات الناس احنا عندها لعيبة احترفت الدولات اقوى من كيب كتير من ضمنهم بالجيكة يعني لو اكيد اقوى بكتير من الدوري السويسري ولكن بعد وعد وصوله للي هو عرفي وصله ده اللي هو بازل اللي هو احسن نادي موجود هناك ساعتها من تالتي طاعته اللي عالية جدا ودي من تالتي مش لازم تكون عنده بعد ما وصل لليفر بول مش هي حاجة ما بيجيش ولا مع الفلوس ولا مع بعد ما بتوصل لاحسن المستويات في المجتمع هي حاجة بتبقى عندك مهما كان انت معاك فلوس او معاكش فلوس مهما كان انت من مستوى قليل مستوى عالي مش يعني ملهاش مش لازم تكون انت شخص معين عشان عندك من تالتي عالية فالكلام ده موجه لكل الناس يعني انت اي حد بتفرق على الفيديو انت شخص ناجح في شغلك او في شغلك انت لو المنتلتي بتاعتك تزبطت بقت كويسة انت هتبقى في حتة تانية في مجال شغلك او في حتتك تمام فمحمد صراح من بازل نطة نطة قوية جدا قوية جدا للشالسي ودي خط نطة عالية اوي انه هو راح من نادي كويس موجود اه بره بالنسبة ان هو في نادي مقولين لواحد من احسن نوادي العالم ولو مش انقول ان هو من احسن نوادي العالم لان في نوادي كتير جدا احسن من تاريخيا ونوادي اقوى بكتير من ولكن في الفترة راح فيها له وهو بيتمرن تحت مدرب هو واحد من احسن مدربين العالم زي زي جودك وفي نفس الوقتrolling ساعتها اخدت الدوري الانجليزي اللي هو بيصنف الاقوى في العالم وان لم يكن الاقوى عشان في ناس كتير بتختلف في الرأي ده بتقول الايطالي او الاسباني حتى او الالماني فهو حتى بيلعف واحد من اقوى عندية العالم. محمد صلاح لح لعب هناك وزي اي لعيب ممكن تجيبه من فرقة ضعيفة جدا بالمستوى ده لعيب ما بيجيش عادة في معظم الوقت طبعا بتحصل استثنائياته لكن لو محتاجين لعيب ده اوى في مركز معاين اوى حد اتصاب مش عارف ايه او اللعيب او ما اتمرن مع الفرقة بقى فز جدا بس الطبيعي بتاع ايه حد انه لما بيروح يلعب في نادي كبير زي ده من نادي صغير بيبدأ ياخد الموضوع واحدة واحدة فيبدأ المدارب يدي له مطش اتنين يدي له مطشط في الكاس يدي له مطشط مش هبقي نزله وبديل في مطش حاجات كده فده اللي حصل مع محمد صلاح ان هو ما كانش عنصر اساسي في الفرقة بيبقى ان كان ساعتها كان عندها عناصر هجومية كويستة ساعتها وخدت الدوري وساعتها طبعا هو ما كملش الموسم هناك ساعتها وراح حصل التبادل اللي حصل ما بينه وبين كوادرادو ان هو ده يروح في ايرونتينا وده ريح تشالسي وهنا انا عايز اقوف بقى لان انا هنا بالنسبة لي هي دي الانتقال او دي الخطوة اللي محمد صلاح قرر ان ياخدها في حياته ودي بالنسبة لي هي السبب الرئيسي في نجاح محمد صلاح لغيت النهاردة محمد صلاح قرر دونا عن تقريبا تقريبا تسعين في المية او خمسة وتسعين في المية من محترفين مصر او من لعيبة مصر ان هو ياخد قرار ممكن يكون العالم كله يعني ممكن يكون مش كل الناس ولكن استثناءات بسيطة جدا شافت ان القرار ده صح لكن كل الناس كانت شايفة ان هو سايب بطل انجلترا وبطل الدوري الانجليزي علشان يروح يلعف اه هو لاعب هناك سنة ونصف تشالسي عشان يروح يلعف في ده في نادي في دولي كويس ولكن في نادي ضعيف جدا هناك مقارنة بالشالسي اللي موجود في الدولة الانجليزي هو مرحش اسي ميلان حتى لو اسي ميلان واقع هو مرحش اسي ميلان اسم كبير جدا رحش يوفانتوس مرحش نابلي مرحش لاتسي وحتى هو راح في رونتينا نادي كان على قده جدا جواه الدولة الاطولية ومن هنا محمد صلاح قرر انه يستغنى عن ان هو يبقى اسمه لاعب وهو بينزل حتى المنتخب بيبقى بيتعامل على اساس ان هو لاعب لعب نادي كبير جدا وان هو يبقى بيتمرن تحت مدرب كبير جدا جايز زوزي مورينيو وانه يروح يتمرن هناك في فيرونتينا في نادي ولكن مقابل حاجة مهمة جدا تقريبا تقريبا معظم اللاعب المحترفين بتوع مصر ما بيختارهاش دايما ما بتحطوا في الاختيار وهي حتة انه يلعب حتة ان هو عايز ياخد دقايق في الملعب هو عايز يلعب اكتر هو شايف ان هو لعيب كويس هو شايف ان هو عنده امكانيات هو شايف ان عنده حاجات محتاجة اتطور هو عايز مكان يطوره عايز مكان ما يبقاشه موضوع تمرين بس لا عايز ينزل مطشاط يغلط ويضيع عشان بعد كده ينزل يجيب وهكذا فهو عايز فرصة راح فيرونتينا علشان هو شايف ان هو عنده حاجة احسن وقرر ان هو يسيب نادي بالحجم بتاع تشالسي وهنا ده قرار بتعلعيب عايز ينجح ده مش قرار بتعلعيب عجبه الفلوس ده مش خالر بتاع العيب عجبه الاحتراف. ده مش خالر بتاع العيب عجبه النمره. ده مش خالر بتاع العيب عيazing بقى زي اي لعيب موجود. فبالتالي عشان هو مش عايز يبقى زي اي لعيب موجود. فالنهاردة هو بينافس حتى لو في ناس كثيرة بتطVELق تقول وبينفسهم ولا هو ما بيعجزه. احنا عمرنا وكنا نتخيل ان ماهما الناس دي عجزت الاتنين دول بزات له عجزه. ان من السهل حد يطلع ينافس اللعيبة دي إلا اتنين تلاتة عشان الموهبة الفزة جدا وعشان هما كانوا في مستويات عالية جدا زي يعني لعيبة قليلة جدا وحتى منافستهم اللعيبة دي ما دخلتش في المنافسات دي. فمحمد صلاح لعيب مصري طلع من الدوري المصري النهاردة بتحط معاهم. حتى لو ما خدهاش حتى لو احنا عارفين ان ده عشان هما كبروا وهو لسه صغير ومش عارف ايه. في الوقات ما بينهم اربع خمس سنين برضو ما كناش ندخلين فيه لعيب يطلع عشان عنده الطماحات دي وعنده دي. في المؤتمر بتاعه اشار بموضوع دي لان هو شايف حوالي زميل واصحابه وشافها كتير جدا اكيد جوا الناشئين في مصر وشافها في مواقف كتير جدا ولكن في مواقف كتير ظهرة قدامنا تثبت ان لعيبة كبيرة برضو بمستويات عالية جدا وبتلعب في اعلى مستويات تلعب في المنتخب وبتلعب في نوادي كبيرة جدا ما عندهاش دي زي مثلا مثال محمد النني اللي كان بيشارج نجاحات صلاح في بازل نهاردة محمد النني كان بيلعب في من من كم سنة وارسل نادي كبير جدا يمكن اكبر من لان هو معادة وريات اكتر نادي اقوى من ممكن تكون على الفترة الاخيرة ما كتير ما بيأخدوش حاجة ولكن هو نادي اكبر من في العموم في انجلترا فالنهاردة هو تارت اكبر نادي في انجلترا بعد يعني فهو نادي كبير جدا ما يقارنش حتى بتشلسي كنادي ولكن هو لعيب راح يلاعب هناك لعب مع مدرب احسن من مورينيو نختلف ام اطفق اه هو مدرب كويس ممكن تكون انا شايف مورينيو احسن ممكن تكون شايف احسن ولكن انا مش بكلم احسن واوحش في مستوى المدرب انا كان قصدي احسن من مورينيو في حتة انه مش عنيد هو مدرب يحب يدي فرصة للنشئين بيحب يدي فرصة للعيبة كتير وهو بيلعب كرة احلى هو عنده حاجات كتير مختلفة عن مورينيو. فكتفرصة اي حد ان يلعب مع اكيد اكتر منه لعيب يلعب مع مورينيو. ومع ذلك هو ارسن لقيت ان هو لعيب مش بيفيدهم قوي وان هو مش لعيب حتى دكت نص الملعب هو تالت لعيب في الدكة. لو اللعيب الاساسي بيلعب اه اتصاب اللي بعديه لعب هو ان انه يبقى التالت او يلعب متشاط الكاس والمتشاط الصغيرة بس. ان انه يتعرض عليه حاجات كتير جدا. اتعرض عليه فترة بعد ما كانت يمشي. يتعرض عليه كمية عروض من نوادي جوة انجلترا وبرة انجلترا ان هو يروح يبقى اساسي هناك بدل ما عود على الدكة ولكن ان اني له ظروف ما نعرفهاش ومش عايزين نحكم عليها مش عايز اقول هو ما راحش عشان فلوس هو ما راحش عشان. ولكن انا ما يفرقش معي ظروف ايه اللي تخص اللاعب ولا انا يفرق معي ان اللعيب ده قرر انه يبقى على دكة ارسنل مجرد انه يبقى لعيب ارسنل. وكان قدامه ان هو يروح يبقى اساسي في فدقة تانية ممكن تكون ما اسمعاش ارسنل ومش في قوة ارسنل ولكن كتا تدير فرصة ان نلعب. مهما كان الافر اللي احنا نعلمه ونعرفه كويس اوجهه كورت القدم بالزات في اوروبا في انجلترا وفي الدولات الكبيرة اللي اتعرض منه حاجات كتير اتعرض عليه حاجات كتير اوية منها ان الفلوس حتى لو اقل من فلوس ارسنل ففلوس تعايش جدا جدا جدا. يعني لعيبة اضعف بكتير من انني بتبقى بتلعف في النوادي اضعف بكتير انت خطروش حلوة اوي 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 بس مجرد انت بتلعب. مجرد انت بتزبط نفسك تلعب سنة سنتين هناك لو انت كويس وعرف انك هتعرف تزبط نفسك طبع بعد كده تروح النادي اقوى مش لازم ترجع على ارسنل تاني بقوة ارسنل ولكن ممكن تلعب في نادي بيلعب خامس سادس في الدولة الانجليزية بيلعب بعض نفس الكلام في ايطاليا او في المانيا او في اسبانيا. موضوع المنتالة اللي محمد صراح اتكلم فيه ده موضوع مهم جدا وموضوع صح جدا. احنا ممكن نكون احنا بنحب الانتقاد وبنحب السف الكتير وبنحب الهزاري. زي ما احنا بننجم اي حد بنعرف نخلي حد في الثاني يا نجم. ومش محمد صراح اي حد تاني اه بيعمل حاجة بسيطة جدا بنعرف ننجمه جدا لو عجبتنا وفي نفس الوقت بنعرف ننتقد جدا ونقتل جدا. ولكن هو بيتكلم في حاجة صحة جدا تقريبا معظم اللي سفه عليها ويعلمه تماما ان محمد صراح من تاته قوية جدا مقارنة للناس كثير جدا الجوهم ما جاله وهو بيكلام على مجال الناس في الكورة لو ما بيتكلموهش برضو في الاقتصاد مبيكلموهش في الاعلام يмо كلموهش في الفن هو بيتكلموه في كورة فهو بيكلموه على الكورة وهو. وكلامه صح جدا. لا وكلامه كمان صح برة الكورة ان فيه ناس كثير من تلاتي تقاتل ق vid 하나 مش كازم تكون انت شخصيا او انت بتسمع الكلام تاخده على نفسك ولكن هو بيتكلم في العموم وفي ان فيه ناس اغلبيتها من ثلاثة تعييتها وحشة فبالتالي دي حاجة تستحق ان احنا نقف اللي هو بيقوله عشان نعلي والناس تسمع ويوصلها كلام محمد صراح اللي اكيد بيبقى هو هو شخص بيطلع لما بيتكلم مفهود ناس بتسمع له فاحنا نزوق الكلام ده مش نطلع نسف عليه وتبقى من ضمن الحاجات اللي بنتكلم عليها ان هو اه من ثلاثة بقى تسفة بتتقال عكس ما نحن كنا ممكن نستخدمها ان هي حاجة صح جدا فمهم جدا في الظروف اللي كان فيها دي ان انت تبقى منذ digى قوي ان انت انت تبقى منتلك القوية اللي انت تبقى اللي احنا نعدي به ده يوميا في ناس شغلها بيروح فيه ناس مش لاقيش عمل فيه ناس اه حتى لو لاقيش عمل موضوع قهعدة البيت ده مؤثر عليها جدا فدي موضوع مهم جدا انت تبقى منتلك تحتاك القوية وتعرف ان انت في الواقعا او لو انت مريح خالص تقوم من اللي انت فيه وتنجح ولما تنجح تنجح اكتر ولما تنجح تنجح اكتر في مجالك مش لازم تكون النجاحات دي ان انت بتقبض مية جنيه ومش هتحسب نفسك ناجح لو قبضت الف وبعد كده مليون مش لازم تكون نطات كبيرة بس المهم انك تبقى بتنجح كل واحد لي قصة مش لازم تبقى كلنا محمد صلاح ومش لازم تبقى كلنا بنجاح محمد صلاح كل واحد عايش حياته لي قصة وليه نجاحاته ممكن نجاح حياته يبقى على قدك بس نجاح وعايش ومبسوط وتمام بس تنجح المهم ان انت تبقى دايما بتنجح وانك ما بتقفش وانك دايما يبقى عندك حاجة كامل فيها اللي احنا بنعدي فيه ده صعب جدا على ناس كتير جدا المحمد صلاح قاله دي حاجات في دماغي بص صدفة وانا بتفرج على حاجة صح جدا ركزوا في جدا في شغلك وفي حياتك ومع ولادك مع اصحابك مع اخواتك المهمة جدا 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 وحاجة كمان اخيرة مالهاش ضعب الموضوع نفسه وهي اي حاجة بتتقل صح واي حاجة ما بتتقلش فيها مشكلة ما فهاش احنا بنعلي حاجات صح واحنا في اغاني بتبقى فيها اه رسائل وحشة جدا بتبقى فيها كلام مضر للمجتمع وعادي جدا مجرد ان هي بتعجبنا الاغنية ودي حاجة عادية بتحصل في كل حتة في الدنيا بتعجبك الاغنية بتعملها شاير وبتبسط بيها وبيتغنيها وكل الكلام فطالما احنا كده كده بقى اللي بيعجبنا شيء بتاع لما تقابل حاجة ما فيهاش انتقاد لك شخصيا ما حدش كلمك انت حدش قالك حاجة وحشة وانت شايف ان هي حاجة صح وحاجة هتعلي من هنا على اقل ما بقولكش ما اعمل لها شير ما بقولكش بس على اقل تقبلها وسبها ما تسفش عليها ما تبقاش حاجة اه مجال للهزار وللصف ان هي تباني للناس الناس كتير جدا ممكن تكون مش وعي نفس الوعي بتاعك تشوف الموضوع ان انت روما انت بتسف على الموضوع وانت شخص اه متعلم وشخص كويس وشخص كده ومشقف تبقى الموضوع ده اكيد اي كلام اشوفكم ان شاء الله في حلقات جاية سلام.